طلاق ياسمين عبدالعزيز واحمد العودي وحش الكون مع الخدوي الدنيا كلها من مبارح مقلوبة على هذا الخبر اسمع معايا عشان هقولك في الفيديو ده اللي ما سمعتوش من حد حقيق الامور بعيدة عن ليلى عبداللطيف الست اللي قالت في برنامج مع نشان ان هي تتنبأ في عشرين اربعة وعشرين بطلاق احمد العودي وياسمين عبدالعزيز والدنيا قامت وقالت كلام كتير جدا منهم احمد العودي وقال كذب المنجمون ولو صدفوا وياسمين قايت لها بلاش انت يا ليلى والناس كلها من مبارح بعد ما اعلنوا رسميا على صفحتهم الخبر ده معدلات البحس على جوجل والسرش على ليلى دي تحديدا عشان يعرفوها حاجة فوق الوصف كما لو كانوا سابوا اصل الحدث وبتدوروا على العرافة ليلى عبداللطيف ليلى عبداللطيف من البناسبة يعني هي لبنانية واللي شهرها شوية في التفاصيل دي كلها ان هي كان لها بعض التنبؤات قبل كده وكانت بتلفق زي بقوله او كانت بتصدق بشكل او باخر زي الجزئيات الخاصة بثورات الربيع العربي وزي آآ انتشار فيروس في العالم كله يبقى مصدره الصين وهو طبعا فيروس كورونا وانهيار الاقتصاد العالمي ووفاة حسن مبارك ولكن دي كلها طبعا يعني كلنا موحدين بالله وزي ما قال العودي كذب المنجمون ولو صدفوا فالقصة كلها مش انسيب بقى موضوع ياسمين والعودي ونمسي في موضوع ليلة ودي حكاية ليلة في البداية قصة ياسمين والعودي عشان نكون مع بعض واضحين اكتر من اسبوعين ودي من معلومات يعني او ربما اتنشر يوم تحديدا هو في بينهم اردي مشاكل وشبه انفصال بس مش رسمي قبل ما يعلنوا على صفحاتهم وطبعا ده كان ليه علاقة باخلافات بدقة من اتنين وعشرين اسمع وركز مبدئيا مليون في المية اللي استفاد في الجوازة بتاعت العودي وياسمين هو احمد العودي من اربع سنين اللي حاجات بسيطة وكلنا كنا نعرف ياسمين وكانت نجمة من نجوم الصف الاول مع مونة زاكي ومع كريمة عبدالعزيز والناس اللي كانوا بيشيروا مسلسلات بطولة مطلقة لهم في رمضان او حتى افلام في السينما فبالتالي كان شهرة ياسمين عبدالعزيز اكبر بكتير من احمد العودي وكلنا معرفناش احمد العودي غل لما اتجوز ياسمين عبدالعزيز وحتى لما عمل دور عشماو في الاختيار ما كانش ده دور اللي خليها ياخد حجم الشهرة والبطولة المطلقة وكان تايما النجومية والبطولة بتيجي لما يعمل مسلسل زي اه اللي انتو شفتوه في رمضان مع ياسمين عبدالعزيز ضرب نار ولا المسلسلات اللي كانوا بيعملوها سوا اعتقد دايما كان البطولة بتبقى مرتبطة بكلمة ياسمين خلاصتك اول في النقطة دي ونخش بقى في التفاصيل اللي عاوز اقولها لكم اي حد بيتجاوز حد مشهور بيطلع على اكتافه ويبقى زكاء منه الرزق القرار بصرف النظر ان هي اكبر منه باربع سنين دي اللي حصل مع احمد العودي وكله بيقول دلوقتي ان هو بعد ما بقى نجم وبعد نجاح الاسكندراني اللي هي ما حضرتش ليه العرض الخاص ولا في القرية ولا في اسكندرية وهقول لكم كواليسه دلوقتي خلاص بقى مش محتاج ليسمين وبالتالي قدر ان هو يستغنى عنها فاكرين احمد ابو هاشيمة لما اتجاوز هيفاء واهبي وهو من اكبر رجال الاعمال في مصر حد كان يعرف احمد ابو هاشيمة غير لما ارتبط اسمه باسم هيفاء واهبي نفس الكنسك نفس الفكرة اتجاوز المشهور او المشهورة علي اسمك نوره اتشهر وبعد كده كمل طريق زي ما انت عاوز طبعا الموضوع محسن جدا واحنا مش بنانال من حد ولكن الموضوع لازي يقى فيه موضوعية في الكلام فترة الاخيرة وشوفنا في فيلم مسلسل ضرب نار ان كان فيه مشاكل كتير جدا بنسمع عنها اه ما بين ياسمين والعودي واتهمته ان انت بتروح للمؤلف يغير كتير من من المشاهد عشان تبقى انت البطل انا بشاركك البطولة لا انا البطل لا انت البطل وشوفنا مشاكل كتيرة بينهم في هذا الصدد وكنا بنقراها ان احمد العودي نجمه بيعلى وفي المقابل ياسمين نجمها بينزل بالمناسبة احمد العودي ليه فيلمين غير فيلم الاسكندراني في الفترة القادمة وليه مسلسل في رمضان ياسمينة عبدالعزيز ما لهاش حاجة خالص يعني بلغة السينما والدراما العودي كسب كشهرة بقى والدراما وسينما وفلوس وياسمينة عبدالعزيز خصت فاكرين من سنة اتنين وعشرين قبل ما تيجي بعمونا الشازي لما جالها مرض وتعب وبعدين سفرت سويسرا وكانت مفروض ان هي بتتعالج شلت كل البوستات والصور والحاجات كده من على من على الفيسبوك والسوشيال ميديا وكتبت بوست كده ما معناه يعني ان هي ندمت في مرحلة من حياتها في اختياراتها وقراراتها والعودي بعد كده سفرها ورجع عليها زيها زي اي حد بتعبر عن غضبها يا جماعة لكن هي مفروض ان هي اه دي حبيبتي وما ليش غيرها والكلام ده وتلعو في البرنامج قال وكده المرات دي بمجرد ما هي حطت البوست دوت هو كمان حط نفس البوست بنفس الكلمتين ما فيش بقى يا حبيبتي وقعد بغضانة ولا عصبية ولا حاجة وهو كمان استغنى كل الناس هتكتهد ولكن انا شايف ان الموضوع لما هي تبقى بتقول آآ بعد ما احتفل بعيد ميلادهم وهو حطت لها بوست على السوشيال ميديا وقال لها فيه كل ساون طيبة يا حبيبتي لو عمره كله في سعادة ونجاح وبعد كده حدست الحاجة الغريبة ان هي حطت بوست قبل بوست الطلاق البوست اللي حطته بقى قبلها بشوية بتقول في ايه بتقول في اكبر درس اتعلمته في حياتي ان المصرف في الطيبة والحب دايما خسران ما تسمعش البوست وانت بتقرأ كده وتعديه فكر ليه حطت البوست ده وان هي اصرفت في الطيبة والعطاء والحب ويبقى دايما خسران اللي بيعمل كده يبقى يا ادراكة اللي انا بقوله لكم ان انت من غير اجتهات شخصي انت لما اصرفت واعطيت كتير لحد ما قدرش النعمة دي ان انا ضحيت بنجوميتي وبشهرتي وكان اهم حاجة عندي ماشي يفضل لك وماشي معاك وماشي ان انا عاوزك انت اللي تكبر وتتنجم وده اللي حصل بالفعل لو قررنا الاربع سنين دول ياسمين وقررنا بهم احمد العودي فبعد ما اعطت اه لاحمد العودي الفرصة دي وكل المخرجين والمنتجين والناس طبعا خدوا العودي وكان دايما لازم بيقى موجود مع ياسمين او لو كان بيبقى فيه اي بطولة مطلقة ما كانش بيبقى اه العودي لوحده اول مرة تحسكت في فيلم الاسكندراني عشان كده لو تلاحظوا حتى ما حضرتش العرض الخاص لفيلم الاسكندراني ولا في القاهرة ولا في اسكندرية ولا في اي محافزة ودي كانت بتنبق باللي قلته لكم في اول الفيديو ان الخلاف قائم بقاله اسبوعين او اكتر من فترة لان هي ادركت ان العودي بدأ يتغير او بدأ يكون نجم فبالتالي لو انفصلت عنك دلوقتي انا مش خسران انت اللي خسران لكن اتنين وعشرين لما هي كتبت كده وحزفت الصور لا كان هو اللي خسران مش هي اللي خسرانة الدكتور جمال شعبان طبعا دكتور قلبي المشهور قال ان الاسكندراني بعد ما بقى بطل آآ قال لوحش الكون كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي طبعا تعليقا على البوست يعني انت طالق في رأيي هو الخسران ده كان الدكتور جمال شعبان وطبع الناس كلها على السوشيال ميديا زي ما انتها تشوفوا الفيديو ده حدس ولا حرك لدرجة ان في بعض الناس بتظنوا دي بقى اللي بتدحكني ان هم عاملين مقلب عشان يثبتوا الليلة ان كذب المنجمون لو صدفوا فيرجعوا يا جماعة احنا كنا بنهزر يعني يا جماعة مش للدرجة دي ان هم دول محتاجين هزار من النوع ده او استخفاف بالناس ان هم يبقوا بيحطوا بوستاد زي كده وينفصل عشان يثبتوا ان الليلة كانت كدابة موضوع مليش علاقة بليلة خالص الموضوع ليه علاقة باللي انا قلته لحضراتكم طيب اللي عاوز اقوله كمان في الجزئية دي سبب شهرت احمد العوضي قولا واحدا ياسمينة عبدالعزيز ياسمينة عبدالعزيز ادراكت ان هي على الساحة الفنية والاعلامية ما بقيتش موجودة بالمكرنة بالعوضي وده بيتأكد في السنين اللي فاتته في الاعمال الحالية والاعمال اللي جاية سواء في رمضان السينما او الدراما او مسلسلات وان احمد العوضي عمل بقى حاجة اغرب حابب اقولها لكم بالراحة كده فاكرين انتم كان في برنامج كده على النت البنت مونة فاروق اللي كان لها قصة كده مع خالد يوسف في الموضوع الفيديوهات اللي اتسربت والحاجات دي كلها فالولد المزيع بيسألها وبيقول لها فتأ احلامك فدلت تفكر شوية كده وتقعد تروح وتيجي بدماغها وتقالت ايه اصلي ما فيش حد وبتاع بس كل المواصفات موجودة في احمد العوضي وبعدين قام بتقاتوا خد لي بالك انت يا احمد العوضي وحطت الكلام ده كله على صفحاته على السوشيال ميديا يوم احمد العوضي ياخد الفيديو بالكومنت وحطه على صفحته تعامونا فريق ويعمل رئاكت ان هو سعيد يعني بالكلام اللي هي قالته وهي تقول له اخد لي بالك انت يا احمد طب برضو بتقول الحكاية دي ليه طبعا دي كلها حاجات تديك انطباع ان حجم آآ آآ تقييم احمد لفكة وجود ياسمين عبدالعزيز في حياته او احساسه بقى ان هو بقى نجم كبير ممكن المواقف الصغيرة دي تواخده تودي لغاية فين على مستوى الحب اللي كل الناس كانت بتحسدهم في علاقة غرامية غير مسبوكة اقوى قصة حب في الوسط الفني اكبر منه باربع سنين ولكن دايما بنشوفهم مع بعض في كمة السعادة والحب عشان كده بقول لكم ما تصدقش دايما اللي بتشوفه دايما بيبقى فيه كواليس انت شايف من برا لكن جوه في تفاصيل كتير جدا اقل من اربع سنين ويحصل طلاقه بالطريقة دي اعتقد درس قاسي تاني لياسمين تتأكد فيه رهام حجاج زي ما انتم عارفين اللي هي زوجة طليق ياسمين بعد طليق ياسمين اواني بعد ما اتجاوزه تلاتاشر سنة او سبعتاشر سنة اعتقد اه وهي اتجاوزته رهام حجاج بعد الناس بقى حطوا على صفحاتها وهي طلعت تنفي انها كتبت بوستات على الفيسبوك بتقول احلى يوم في حياتها يوم طلق ياسمين وكلام كده طلعت كدبت قاتل يا جميع ما تفرحوش في المصايب انا ما كتبتش اي حاجة من البوستات دي وبالاش نقز مشاعر الناس انا ماليش علاقة خالص باللي بيكتب دوت ويه الموضوع دوت راني في العرض الخاص وبقى يعيش لحظات عمره في حياته معاشها والنجمية غير مسبوكة بدأت ببطولة مطلقة مش زي الاول دور تاني او حد بيسنت جنبك البطولة احساسه بنفسه بعد ما خد شهرته من ياسمين اتغير وبقى هو بالنسبة له انا مش محتاجة ما عنديش تفسير ولا كلام غير اللحظة دي دايما ربنا يصلح حالك جميع فكروا في اختياراتكو ولكن كسب العودي وخسرة ياسمين هنشوف الفترة اللي جاي